اشتركوا في القناة وحليات الاصائل لمسافة الخمسة كيلو مترات تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح أيها الحبل الكريم أيها المشاهدين العزاء دعوني أن نتابع الصدارة وأن نتابع المركز الأول وأن نذكر بالتوغيط الأفضل والأجمل سبع دقائق وسبعة وثلاثين بالوفاة والتمام التوغيط الأفضل مع أن نتوكل لعبدالله بن راشد من عبدالله المتفيق الأكتبي وسلام يهال المدام سلام متابعتنا مستمرة أيها الحبل الكريم مع الصدارة والمركز الأول وهذه الذهيبة لراشد بن محمد بن خليفة الأغفالي اللي يحتل الصدارة مع الذهيبة المركز الثاني طموح لمبارك بن سلمان بن علي الأكتبي والطموح ومسموح هنا من خلال المشاركات المركز الثالث المركز الثالث هذه همس سعيد بن سالم بن سعيد المقبالي وعليك المراجعة عليك المراجعة يا أبو سالم واتمنى لك التوفيق أيضا هالي العاصمة الحبيبة المركز الرابع نتابع المركز الرابع وهذه مياسة الحاي بن علي بن سلطان السبوسي المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس أيها الحامل الكريم هذه مايهاب أو مهابة 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 وماتهاب أحميد بن محمد بن معصم الفلاسي الشاعر ممثل العوير واصل في هذا الشوط من خلال المشاركة ومن خلال التحدي على المركز السادس والمركز السابع الدخول من قبل بداية سويدان بسعيد بن حضيره الأكتبي والمركز الثامن انطلاغنا الجميل مع الشاهنية محمد مسهال بن محمد بالضبيع والمركز التاسع تاسع المراكز هذه مراسيل هذه بن سعيد بن جمهور الأحبابي والمركز العاشر اللي وصلت من هذه الزاوية واللي هي ندى لمصبح بن طالب بن علي ألم حرميه في المركز العاشر من مركز إلى مركز هذه مراكزنا الأولى المتواصلة والمتواقدة هنا من خلال هذا الزحف الزحف الصباحي الزحف الميداني اللي يسير في هذا الصباح بكل غوة وبكل إثارة مع المشاركين عودتنا إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى مياسه الحاي بن علي بن سلطان السبوسي معلن تحديات السلالة الصغرية مياسة وسلالة مياس مياسة يا سلام سلالة عريقة وأنتاج الروية اللي تغذي جميع ميادين السباقات المركز الثاني المركز الثاني هذه ندى لمصبح بن طالب بن علي ألم حرمي اللي يعلن تحديات ندى في هذا الشوط المركز الثالث ثالث المراكز هذه بداية سويدان بن سعيد بن حضير أهل اكتبع على المركز الثالث والمركز الرابع وصل شعار غوي بالفعل بمشاركات غوية وفعالة أهل اغزيل أهل اغزيل الضحي بن سعيد من خميس الحويسي الله الله يا أبو سعيد الله يا أبو سعيد نرحبك هنا من خلال المشاركة ومن خلال تحديات هذا الشعار في داخل الدولة وخارجها المركز الخامس المركز الخامس الشعار الأحبابي هادي بن سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي خامس شنو المركز السادس سادسا الشاهينية لمحمد بن سالب بن محمد بالضبيعة اللي على المركز السادس والمركز السابع تعرك الشعار أحميد بن محمد بن معصم الفلاسي مع ماتهاب مع ماتهاب اللي على المركز السابع والمركز الثامن الشعار الأحباب أيضا واصل مع الغزيل سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي ثامنا والمركز التوسع الله الشاهدية سيف بن حمد بن سلطان سيف بن جافلة والمركز العاشر اللي تدخلت من الجالب الثاني وتعلن بتحديات غوية واندفاع مميز من مركز إلى مركز بشعار المقبالي سعيد بن سالم المقبالي اللي معلن تحديات غوية وانطلاقة همس يا سلام يمن عليها مضمر بهمس وتحول نظرها جداها ويطلع وراها راعي الجمس ويطلم من المالك شراها روح المقبالي روح هذه مراكزنا الأولى والنداء الثاني أيها الحمد الكريم أيها المشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام عودتنا والمنافسة هنا الكل يبحث عن التوغيط الكل يبحث عن مشاركة غوية وفعالة في هذا الصباح الجميل والصدارة لا تزال أيها الحمد الكريم مياس الحاي بن علي بن سلطان السموسي روح يا أبو علي روح روح أهالي المرموم حاضرين هنا من خلال ترقب الناموس لهذا الشعار الحاي بن علي بن سلطان السموسي المركز الثاني المركز الثاني هذه نداء لم صبح من طالب بن علي لم حرمي تحرك إلى الأبكار اللقاية ألف وثمانمائة متر تفصلنا على قط النهائي الحمد الكريم والسرعة موجودة والانطلاق موجودة وبداية موجودة في المركز الثالث لا السيد سويدان بسعيد بن حضيري ملك تمي على ثالث المراكز المركز الرابع الله 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 وصلت مراسيل هادي بن سعيد بن مصرح بن جمهور الأحبابي في المركز الرابع والمركز الخامس بن درويش يتحرك يتحرك في هذه اللحظة مع الشاهنية سيب بن حمد بن سلطان بن سيب بن درويش اللي قادم بيكل قوة خامسا والمركز السادس أيها الحمد الكريم هذه ماتهاب لحميد بن محمد بن معصم الفلاسي حرك ماتهاب حركها الشاعر يا ابو محمد الله 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 شرفنا شرفنا إلى خط النهاية شرفنا إلى مضيق العبور إلى مطار العبور ألف ومئتين متر عن خط النهاية الصدارة لا تزال أيها الحمد الكريم مع شعار الحاي بن علي بن سلطان السبوسي هو المعلن تحديات غوية هنا مع مياسه السلال الصغانية الدماء الصغانية الله 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 والتحديات الغوية أيها الحمد الكريم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هذه بداية سويدان بسعيد بن حضير بن كتبي وأيضا ندى ندى وهي بالفعل ندى الله يندى وندوتها المميزة والفعالة مصبح بن طالب بن علي آلم حرمي والمركز الرابع المركز الرابع الشاهيني يسيب بن حمد بن سلطان بن درويش اللي على المركز الرابع حرك ياللي باتحرك روح ياللي باتروح اللحظات الأخيرة اللحظات النهاية لحظات مميزة لحظات خطيرة لحظات مثيرة يا سلام يا سلام يا سلام يا الصدارة يا سلام يا المركز الأول صمود 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 غوي صمود فعال حرك ياللي باتحرك هذا الصدارة مع مياسه الحاي بن علي بن سلطان السبوسي على المركز الأول على الصدارة على البداية والتحدي من قبل من قبل هذه نداء هذه نداء يا الحمد الكريم مصبح بن طالب بن علي المحرمي ولكن مياسة مياسة لا تزال في صمود قوي في صمود قوي يا سلام الله يا مياسة ولكن هناك بداية سويدان بسعيد بن حضير وتحركت تحركت طموح الله يا طموح مبارك من سلمان بن علي الاكتباء مع الطموح لحظات الأخيرة لحظات الفوز لحظات الطموح لحظات الناموس طموح خلاص غادر الطموح بالفعل والطموح مسموح في هذه الرياضة العربية لصيلة تهانينا لمبارك من سلمان بن علي الاكتباء على فوز طموح بالمركز الأول هنيالك على هذا الحلال وهذا المال الطيب المركز الثاني المركز الثاني هي بداية سويدان بسعيد بن حضير ومن المركز الثالث ثالث المراكز بياسة الحايب العليب سلطان سبوسي الرابع الخامس مع خط النهاية توقيت زمن أيها الحمد الكريم مشاهدين الأعزاء سبع دقائق أربع وخمسين وفاين وتماما وكمال تهانينا مشاهدين متابعين الكرام اشتركوا في القناة